فيديوهات مروعة لحادث مشهورة سنابشات وتيك توك السعودية ساز القحطاني اشتاحت مواقع التواصل كان الحادث خطير جدا واشتعلت النيران في السيارة ما أدى لوفاة ساز صاحبة الـ 22 ربيعا وسبب السرعة حيث كانت تقود السيارة بسرعة 230 كم نتابع بعض اللقطات انتشر خبر وفاة المدونة السعودية وعارضة الأزيال التي يتابع فيديوهاتها على تطبيق ديك توك وسنابشات الألاف على مواقع التواصل وسرعان ما أصبحت تريند في السعودية وتحدث عنها كثيرون البعض نعاها ودعا لها بالرحمة والبعض نصح بأن نتعذ من وفاتها في هذه السن الصغيرة جدا وللأسف البعض الآخر تشمت فيها معتبرا أنها كانت مثيرة للجدل في حياتها وتستحق أن تموت بهذه الطريقة المروعة الأمر الذي استفز كثيرين فردا على هؤلاء الرداء الأعلامي السعودي زياد بن سعد الشهري على تويتر وقال إلى من يتهكم ويستنقض ويتشمت أنت ويش قدمت لنفسك إذا حلت ساعتك يعلم الله أني حزين على حالك يا متعجرف التفت لنفسك وإلى أعمالك ودع الخلق مغفل ساج رحلت لربها ومالها منا إلا الدعاء ربي تولاها برحمتك وأحسن ذيافتها وتجاوز عنها أحزن على حالك ودع من رحل لربه وأمخلد أيضا علقه يحزن اللي نشوفه من تغريدات شماته وتهكم سواء على حادث ساج القحتاني أو مود الهيمة حط في بالك ممكن يلي حصل ابتلا من الله ولا ندى حق في إصدار الأحكام والشماتة وتذكر أن الله ممكن يبتليك بمجرد تعييبك أو شماتك قل الحمد لله الذي عافاني وتعليق آخر ينتقد نفس النقطة نقطة الشماتة في الموت حيث يقول اتقوا الله في أنفسكم من بعض الكلام يلي ما ينطق به واحد عاقل وفي ذرة إنسانية زيها زي أي إنسان يختي والله غفور رحيم نفسا راحت عند ربها ولا يجوز على الميت إلا الرحمة أسأل الله العلي العظيم أن الله يخفل لها ويرحمها هي ومن معها فشاركونا بأرائكم كيف تنظرون لمن يتشمت حتى في الموت